مساء الخير اذا كانت زلة لسان الرئيس الامريكي جو بايدن قد جعلت عبدالفتاح السيسي رئيسا للمكسيك وليس لمصر فان شكواه المستجدة من السلوك العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة والذي تجاوز الحد لم تكن زلة لسان فهي موثقة في افادة صحفية في البيت الابيض واستكمالا لهذا الموقف لم تخفي واشنطن رفضها عملية عسكرية كبيرة في رفح المقتضب النازحين وذلك بعدما لوح سقور مجلس الحرب الاسرائيلية وعلى رأسهم بن يمين نتنياهو بان فريستهم المقبلة بعد خان يونس ستكون رفح بالطبع هذه المواقف الامريكية ليست شغفا بغزة ولا حبا لاهل غزة بل ان مردها ممانعة موضعية اسرائيلية في التعاطي مع ادارة امريكية لم تعد قادرة على تحمل اوزار حرب لا جدوى من مواصلتها وقد دخلت شهرها الخامس وصارت خسائرها اكبر من عائداتها السياسية المتوخات بالنسبة للولايات المتحدة المقبلة على انتخابات رئاسية وفيما وصفت واشنطن عملية محتملة في رفح من دون تخطيط بانها ستكون كارثة لفت الامين العام للامم المتحدة الى ان نصف سكان غزة محصورون في هذه المدينة الواقعة قرب الحدود مع مصر وعند الحدود مع لبنان لم يهدى استعراض العدو الاسرائيلي قوته الجوية متجاوزا مرة اخرى قواعد الاشتباك باستهداف مسير معادية سيارة في النبطي امس والاعتداء على منازل في بلدات حدودية وصولا الى يحمر اليوم هذا التجاوز دفع المقاومة للرد بهجمات قاصية استهدفت قواعد مهمة لجيش الاحتلال بعشرات الصواريخ ذات التسميات المتعددة من كاتيوشا وبركان وصولا الى فلق واحد المشهد الجنوبي اطل عليه الرئيس نبي هبري بجملة مواقف قال فيها ان تهديدات مسئولي العدو المتكررة لا تخيفون واذا حاول جيش الاحتلال ان يتقدم مترا واحدا داخل الاراضي اللبنانية سنكون في حركة امل جاهزين للدفاع عن لبنان مشيدا بشعب الجنوب الذي وصفه بانه قصة تروى ومثال يحتذا في الصمود والبطولة اما في السياسة فيؤكد الرئيس برني مجددا انه ليس صحيحا ان سفراء الخماسية خرجوا من اجتماعهم الاخير معه يائسين بل مقتنعون باهمية الحوار للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية هذا الملف يحمله المفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريون ويطير به في خماسية جوال للتشاور يبدأها من القاهرة غدا وبحسب معلومات الان بي ان فان لودريون سيزور كلا من مصر والسعودية وقطر ويتواصل هاتفيا مع مسؤولين رفيعين في الادارة الامريكية قبل ان يتوجه الى بيروت بيروت التي وصلها اليوم وزير الخارجي الايراني حسين امير عبداللهيان في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين واشار عبداللهيان في المطار الى ان تل ابيب لم تحقق اي شيء من اهدافها المعلنة وما نشهده اليوم تحقق بفضل قوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة وقال اننا سنستمر في دعم المقاومة ونعتبر ان امن لبنان هو من امن ايران والمنطقة ترجمة نانسي قنقر